كل ما له علاقة بالصحة الجسدية رح نحكي عنه هون إجباري لو شو ما كانت إصابتك تتمرن بس بدك تعرف كيف عم تتمرن إذا نحنا بدنا نقول في ناس غير عن ناس هيدا بداية قلة الوعي اللي عم ننشوق كل شيء عليها هل الدايت بديل عن التمرين؟ الدايت هي أساسية مثل التمرين مش بالضرورة نادي لأنه مش الكل بده نفس النتائج قصدي ممكن يستخدم وزن جسده إذا واحد كسر إجره مش إنه لازم يقض بالبيت يريح أنت بس كسر عشرين بالمية وعشر بالمية من جسمك كارديو هيدا اللي بدنا نطول بالنا يعني نطول بالنا علينا اللي عم يعملو هالقدة كارديو هالقدة عم ينصح فيه إحنا بنتخيل كل شيء زي ما أنتم عارفين اليوم بنتخيل نواذي رياضية حديد كارديو ركض أكل كل ما له علاقة بالصحة الجسدية رح نحكي عنه هون مش من ناحية طبية ولكن من ناحية رياضية هل أنا مؤهل أن أحكي عن هذا الموضوع بكل تأكيد لا ولكن يمكن أنا واحد مهتم بشكل كبير بالصحة الجسدية صار لفترة وبالرياضة تحديدا وعانيت فيها الكثير وبعرف أنه كان فيه كثير معلومات كنت أتمنى أني أحصل عليها وما لقيت مصدر ثابت بيعمل أرشفة لهذا الكم من المعلومات الكبير الموجودة ما بقولكم من اللي كله رح تسمعوا هون هو الفقط الصحيح ولكن أكيد رح نسمع وجهات نظر لازم يأخذ بها ليش لأنه معانا نور ومعانا جرمي وحكوم معنا ضيوف تانين بالمستقبل ولكن خلينا نقول أنه هاي هي مجموعة حلقات من تخيل تتكلم عن الصحة الجسدية بما يتعلق بالرياضة وليس الصحة وليس الطب يعني إحنا مش أطباء ولا داكاترة بس يمكن لو قدام تعرفوش ممكن يجي دكتور مثلا يقعد معنا بس هنحكي بكل ما يتعلق بالفتنس الرياضة اللياقة اللياقة البدنية اللياقة البدنية أنا أفكرا عندي خطوة واحدة وبصير دكتور ممكن تصير In the making طيب خلينا نتعرف أول شيء على نور وعدين على جرمي أنا اسمي نور كعكي صار لي بالفتنس اندستري صار لي بتمرن أكتر من 20 سنة مدرب أكتر من 13 سنة تقرب المايك بس مشارك ببطولات بلبنان بأوروبا بالخليج عندي بطاقة احتراف من أمريكا بالمسل موديلينج كان قبل هلأ صار كلافسيك فيزيك ما كتير عالم تعيو بس عضلنجي كتير عضلنجي كتير العضلنجي شو اسم الكارت بتقول شو اسم الكارت اللي معك Pro card يعني اسمعه كثير عضلات كثير هذا الPro card كثير مهم صح؟ نعم هذا الPro card انت تصنيف تصنيف عالمي بشو من كان الكاتيجوري اللي انت فيها بس انت مصنف عاليا بهيدا الكاتيجوري ومن هذا الPro card انت عندك عالمي انك عضلنجي انت عندك شهادة عندك ما يحب شهادة تكون عضلنجي وبالنسبة لموضوع الدكتور عندي ماسترز لانه سبورتس جيرمي اه رجع انا جيرمي ملكونيان مدرب رياضة تعرضت لحادث سير من 4 سنين ونص وصلي 8 سنين مدرب رياضة وبعد الحادث اتعمقت اكتر بالاصابات من وراء الاصابات اللي صاروا معي وهلأ بمرن مست يعني اكتر شي بمرن اكتر عن الاصابات اعادة التأهيل ما بعد الاصابة او قبل الاصابة قبل العملية هذا بس بحالة البتر ولا بكل الحالات؟ بكل الحالات كل الحالات اه اي اصابات اه طيب فشو بدنا نعمل؟ بدنا نحكي عن الرياضة بشكل عام هاي مش كل حلقة عاملكم هيك بس هلأ بشرح لكم عشان تكونوا عارفين على ماذا انتم مقبلين هي الهدف من هذا المسلسل لو بتحبوا او هذا التسلسل من الحلقات اه هو انه في كتير امور بتخلي الانسان يتردد وبشكل كبير انه ألعب رياضة ولا ما ألعب رياضة فرغبة الرياضة حلوة كثير بس قبل ما يبدأ لما بتيجي تاخد واحد على الجيم لأول مرة بتحطه جوه بتحسه كأنه ضايع كأنه انولد اليوم ودخل على الدنيا اليوم وفيش بابا وماما وبتطلع حواليه ومش عارة شو يعمل وهذا الخوف اللي بيصير مع الانسان اول ما يدخل على النادي رياضي او بده يبدأ يلعب رياضة اول شي بيخطر على باله بقوله انه طب طب بدي ألعب بس كيف شو أعمل فالهدف من هاي السلسلة انها تجاوب على كثير من هاي التساؤلات كيف عندكم صنفور جاهل دخل على العالم وحس بهاي التجربة لفترة معينة فهشارك كل جهلي الرياضي معكم والخطوات اللي واريت فيها ومعايا بنفس القاعدة اتنين شربين هشرب يعني هون بيقولك مصنف عالميا انه اضلنجي اه انا اضلنجي شغلتك عندك رفصة قيادة وعنده رفصة اضلنجي فطيب الحلقة الاولى بنا نحكي عن موضوعي كتير بسيط جدا هل الكل بلا استثناء لازم يلعب رياضة ولا اوبشنل يعني مثلا نختار ما بده ما بده اذا نحنا بدنا اذا نحنا بدنا نقول في ناس غير عن ناس يعني هيدا هيدا بداية القلة الوعي اللي عم ننشأ كل شيء عليها فما بس هي نحنا كلاياتنا مصممين بطريقة معينة والتفاصيل بتختلف بس نحنا كلاياتنا مصممين لحتى يكون عنا طبنا بايدنا يعني انا قبل ما صير مريض انا حميد حالي يعني انا رأي انه هيك الانسان قادر هو بايده يتوقع من كتير اشياء وهذا هي الهدف الاكبر من هذه الرياضة الظاهرة غير الفوائد التانية اجابتك الكل لازم يلعب رياضة بغض النظر نعم جباري مجبورين مجبورين هيك ما ناكل عيش احنا بديش تتفقوا لا انت سؤالك بهيدا الشيء ما فينا نكون على جد الكل 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 طيب مثلا واحد كبير بالسن عجوز هو اللي لازم يتمرن لانه انت فوق الخمسين والستين سنة فوق الاربعين حتى بتبلش تخسر كتلة عضلية احترم نفسك لا ما أرز انت انت بعدها بكتين لا بس كل شخص فوق الاربعين والخمسين بيبلش يخسر من عضلاته لانه عم بيخسر من العضل عم بصير فيه معه ترقق عضم فهو لازم يحافظ على عضلاته قبل ما يخسرهم لانه لازم محلق اذا قلب وقع واحدة بيتكسر انت العضل فيك تعتبره الارباك طبع جسمك عم بحكي يعني على طريق الكدمات معضل الفوائد الصحية اللي بيقدم لك ايها يعني بيقلك انا ما بدي انا ما قلش ليدي اتمرن او ما بحب اتمرن انا ما كده حب اتمرن في احسن منه يكون قاعد عم بحضر تي في انا بالبيت عم بحضر ما بعرف نتفليكس ويلي هي ما في احلى منه بس في عندي قصص بدي اعملها لانه مضطر يعني مضطر لبعد سنة سنتين عشر ستين عشرين سنة تخيل الواحد يكون عمره ستين سنة عنده حفيد بس مش قادر يلعب معه غير العمر في في اشياء ثاني في في امراض صح في واحد مثلا الوقاية بشكل سري الوقاية بشكل عام اول شيء وتاني شيء هي انه انت لازم تعمل تحط اولويات وهيدا جسمك فبالاكراه مش بالاكراه بالاخر هيدا انت متل شخص محكوم في يعني هو بيغير لك مصيرك اذا صار معه شيء فاهم من مثلا انت موعد عن تعطيل رئيس الجمهورية هيدا موعد عن تعطيل جسمك يعني هيدا نظرة عرفت وهيدا النظرة هي يلي مش انهيك موجود فينا عقل حتى نقدر انفكر ويكون عنا بروسس يعني تفكير وتنفيذ انا بنفيذ لانه انا حبيت الفكرة انا حبي للتنفيذ هيجي من حبي للفكرة فالدسبلن مش دايما انا بقدر كون مرتاح انزل اتمرن او عبالي انزل اتمرن طب علميا علميا هل الكل فعلا يحتاج للتمرين هل في حالات معينة لانه هل الوقت انه نذكرها هل في حالات معينة تيجي بتقول له انت ما تروح للجم ما تلعب رياضة اه انا لا بخالف الرأي لازم في مستويات لازم الكل يتمرن بس حسب ادراته اه يعني اذا لا نقول انا من خلال اصابات اذا واحد كسر اجره مش انه لازم يقض بالبيت يريح انت بس كسر عشرين بالمية وعشر بالمية من جسمك عندك الثمانين وعشرين بالمية واللي هي من جسمك اللي بقوي قاعدين قادر يعمل شيء قادر يعمله بس ما تحركوا انت فبهالوقت اللي انت قاعد فيه اللي عم تعمل بحجة اجرك انت عم تقسر عضل بجسمك بغير محل من جسمك وكمانت دراسات بتقول اذا لا نقول انا كسر اجري لشمال انا هايدي رايحة بس انو لا نقول كيف موجودة بكسر اجري بنتكسرها ولا لا ايه انت فيه اصابة فيها هلا ايه فيه اصابة اه فانا اذا بمري هلا بحكيلكم هذا خف عقلي هذا مش بنيادم مش طبيعي اذا انا اجري اللي عم بمرين اجري اليمين اجري لشمال لحاله انت جسم لانه اذا بتمرن رجلك اليمين هايدي حتتمرن لانه انت لحالك بتكون عم تعمل ايسومتريك كونتركشن يلي هي لوقت اللي عم بتكون عم بتشد بهالاجر بلا وعي بلا وعي هي لحاله ريسبونس لحاله فانت هيك بتكون عم تسرع عملية استشفى طبعه عم تقوية ما عم تخليها تخسر كتير من العضلاتها يجماع هذا كسر رجله اليمين لشمال لشمال اللي هي المحل مفوت اجري في قلبه مش موجودة اصلا فكسر رجله لشمال والمفروض ان احنا بنتدرب مع بعض فانا قلت يعني انه صار معه شغل انكسرت العظمة اللي بتركب عليها الساكت اللي ماسكة بقية الرجل صح؟ ما هيدي ما حل ما ريك بهايدي يعني انا اجرب هلأ بقلب هيدي بنزل عالجيم بعكزات شفته ولا لا؟ شفته بيخف عقلي بقوله روح ريح قال لي ليش ريح قال لي لا بالعكس هاي بدها رياضة فانت من وجهة نظرك انه بغض النظر شو الحالة الرياضة لازم مية بالمية بس بحالة الاصابات مع مدرب مختص ومن ورا اكيد لازم يكون المدرب كمان شي ورا الحكيم وعرف انه عنده هو الاوكي من الحكيم اللي يتمرن وهي دا الاساس المدرب رياضة بيعرف كيف بده يمرن لك جسمك او حتى الطالف المصاب فيها طيب اسمعوا التمرين بالنادي بالنهاية عشان تاخد نتائج منه اللي بعرفه انا اممكن غلط ما انه عنا عضلانجي مرخص وعنا فأنا ما تعصب علي انا الجاهل انا دور الجاهل نفكر فيها بنروح اول اسبوع كنت اروح ايدي بوجعوني سدي بوجعني رجلي بوجعوني لاليوم رجلي بوجعوني بعد التمرين انا كمان بعد خمسة عشر سنة تمرين اه اه فقال لا هاي بطريقة او باخرى انت بتروح النادي الهدف انك تعمل كنترولد اصابة 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 عم تقضي العضلات هاي بتكسرها ايه هيدا هدفك عشان ترجع تبني مرة ثانية صح 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 فهي الاصابة ماشية مع النادي هي وجودك هناك اصابة بس بدك تعمل اصابة بهذا الحد المسموح انها ما تطلع من نقطة الصفر اللي هي لا شيء لا اصابة لا هاي النقطة بس ما تعديها ما تعدي مثلا ستة او سبعة ما تعديها خليها بهيدا النطاق طبعا ممتاز طيب في حالة تفضل في حالة تقول هي الفكرة انه من الاصل ما توصل لمرحلة انت توصل لاصابة يعني انت بدك كل شي بدي يكون شوي شوي ان كان الوزن او ان كان الكمية الشغل على هاي دي المنطقة كل اياتو بدي يكون شد تمرين ايه شوي شوي وما تضطرتو صلى هالمرحلة وقت ريت لاصابات وبسبب تراكم ما في حركة بتعمل لك اصابة ازا كانت من اصابات المعروفة بين الكل هاي دا تراكم فالتراكم ازا بفي حال بوصل للاصابة بدك ترجع تشوف الاسباب وتشوف العوارض اللي هنا غير عن بعض وتعالج الاثنان هون بدي زيد شغلة اه كتير العالم بفكرة انه الاصابة بتصير بقلب النادي بس هي الاصابة تصير برات النادي من وراء القصص اللي عم تعاملها انت برات النادي انا اشهد والله والله انا اشهد يعني بيجي بالمدرب طبعك بيقلك بدك 8 بدك نام 8-7-8 ساعات بيجي شخص ما بينام بيحب الصهر هاي دا هون معرض للاصابة لو انا قد ما ضرت بالي على الشخص اللي عم بيتمرن عم بيتدرب معي نعم وعندك البارتي اللي هو الاشخاص اللي وراء المكاتب شغلهم وراء المكاتب فولي بيقعدوا 8 ساعات بين 8-9 ساعات بيجي بيجي بيقلك انه انا عم بحس حالي الظهري عم بيجعني او فختي عم بيجعني او رأبتي عم تجعني هاي دا هاي من وراء شو لانه لايف اسطيل غلط هولي تراكم ومش اذا انت لنقول انه بلش شغل جديد لك اسبوع مش هتحس بيوجع لك ايه بدك تقلي ايه انا بقعد عادي ما بحس بوجع بس هولي تراكمات بيبينوا بالنادل لانه انت عم تمرن هاي دا العضلة يعني انت هاي دا المفصل والعضلة انت بلش تمرنهم بلش يبينوا معك انه انت هون في عندك ضعف وعالم بيقول بفكر انه عضل ظهرهم شادد بس هو عضل ظهرهم ضعيف انا اول ما بلش التمرين وفي المدربين من قبل كانوا وظيفة المدرب هي ما بيكون انه ما فيها عالم مش هادة وقتها فمن نوع المدربين عبر يعني عبر اه صقافة اه تجارب اوكي اوكي لسات ولسات فوت على السات تاني مرتاح اكتر ارتحت اكتر فت صرت عم بعملك فالمدرب كمان بيقدر يخل عنده كتير اه وعفكرة هاي دي بعدين عالميا انا شفتها وعرفتها انه مظبوطة يلي هي انه اللي هي اساس المشكلة ووضوع عصبي من رأبتك لأيدك يعني فكان هو شو عم يعمل عم يعمل عم يعمل على طريقته فا اه وبعدين تبرهنت علميا فهلا تلاقي انه المدرب سرعا بيقدر يساعدك بكتير مراحل بتجربك اذا فيه اصابات اذا ما فيه اصابات اذا الامور طيبة اذا امور مش طيبة الامور مش طيبة كمان بيقدر يساعدك فيها لانه بيكون عم بيذكرك بالشيء الاساسي انه انت التزامك اه متفقين عليه فهيدا بيجعل تخليك تحكي بالموضوع بتحكي بالهدف طيب اه بدي اصلا سؤال ثاني هل هل احنا بنقول هل لازم الكل يلعب الرياضة الاجابة هي بدون ادنى شك نعم متعدش تلفوا الدور تضحك على حالها طول ما عم تقوم تقعد عن الكرسي بدك تتمرن اه لازم تلعب الرياضة طيب هل الرياضة معناها لازم روح النادي اه ما في شي عام بدك لك الحالة شو الحالة انا بقره النادي بحبش الرياضة بحبش الحديد اه انت شخصيا اوكي مثلا انا شخصيا انا بحب النادي بس انا بحكي واحد في شخص بقولك انا انا نادي ما بدي انا بدي انا بدي روح العب كرة قدم اذا عم نحكي بس فيزيك الاجابة اللي هي بس مجهود جسدي اي مجهود احسما ماشيه بس بدك تشوف اياها اكتر شي عندها فويد واياها مثلا اذا انت شخص بتحب الركض ما فيك بس تركت بلا ما تروح على النادي لانه انت لاحيصير في عندك اصابة بالركض شو يعني النادي اشرح لي شو يعني النادي الرياضي يلي هو تمارين شده يلي هي رياضات اللي فيها مقاومة رياضات المقاومة رياضات المقاومة علل رياضات المقاومة هي كل شي حلو مختار هو وقتلت حط مجهود أو ضغط على جسمك لا يقدر يقامه يعني أنا أحمل اليوم وزن 10 كيلو وعم برفع عن الأرض وبدأ أربعه للمفصلي أنا هذه مقاومة على المفصلي على العضل يعني كل شي فيه يعني حديد حديد وزن الحر وزنك جسمك 100% أو كل شي مثل المطاط تمارين إنك تحط مقاومة على العضل والمفصل صح العضل اللي هي من مفصل للمفصل العضل هي شغلة تتقرب لك مفصل على المفصل الثاني هذه مهمة صح وهي دي فيه مننا فيك تعملها أنت بوزنك الحر وفيك تعملك بالنادي الطريقة أو المكان المتقدم فيه هذه المستوى الرياضي هو النادي ما فيك تقلي أن أنا بدأ أتمرن بالبيت متمرن بالنادي صح ما فيك فبالتالي نادي أساسي يعني هلأ لكل حالة بحالتها فيه فيه أوقات ممكن الشخص يعوز لهدفه بس بس بالبيت بقدر يعمل سات أب وأنا بمرن كتير ناس يعني بعملهم بس عندهم سات أب بالبيت بدي يكون فيه مساحة طبعا مش أنه حاطت لك كيلو اثنين كيلو بس بالبيت وقاعد بدي يتمرن بدي إليك أنا ما بدي روح على النادي ما أنت بيتك منه مجهز لتتمرن يمكن أول أسبوع أو أول شهر تحس أنه أنت هيدا منيح الكافلة إليك بس أنت بعد هيدا الشهر أو الأسبوع جسمك بيتعود بس شربي ما بدنا يعني ما بدنا نصعبها كمان ما نحكي عن الركض على فكرة خلينا نحكي عن الركض هلا هل أنه مقاومة أه إذا أنا بحكي عن الموضوع التمرين اللي بالبيت إذا بس بدي أعطي معلومة إنه يمكن يمكن ما نصعبه يمكن مش بالضرورة نادي لأنه مش الكل بده نفس النتائج قصدي ممكن يستخدم وزن جسده من ناحية ضغط سيت أبس بول أبس سكوات يحمل أشياء أه بس كمان بالبوش أبس والبول أبس وهولي في كتير أشخاص كمان مش قادرين يحمل وزن جسمهم صحيح بدك تساعد كمان بدك تساعد الأوزان بيساعدوك أنه أنت عم تحمل وزن أخف من جسمك فأنت مع الادابتاشن شوي 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 بيصير جسمك يقدر يحمل جسمك يعني هو بقول لك أنه أنا فكرت حالي ذكي أنه بقول له إيش بقول له طبعه وزن الجسم مرات بكفي وبزيادة يعني اللي بقول لي آه هذا في حال أنه أنت قادر تشيل حالك بس في ناس فعلا ما تدري تشيل حالهم أو خمسة وتسعين بالمية من العالم مش قادرين يرفعوا حالهم هلأ نزال على الطريق إليه إيه حيال هذا إله عمله تمرين ضغط ما بيعرف ما بيقدر يعمل تمرين ضغط أو بيعملها غلط الكلام اللي بتقوله جيد وينطبق على الذكور بينما على النساء لا كل شيء عن نحكي سريع بينما على النساء بقول لك مختار بقول لك في كثير بنات بقول لك أنا ما بدي عضلات أنا بنيت أنا شو بدي بالعضلات طب خلا أنا مش أنا هو اللي حكي ما تعصب علي النساء لازم يتمرنوا أكتر من الرجال يعني النساء هم أكتر عارضة العوارض الصحية أكتر من الرجال النساء وخصوصة بعد العمر الأربعين وعننا شغلة تانية كمان أنه النساء عندهم هيدل العقلية أنه ما بدهم يحملوا وزن تقيل لما يطلع عضل بس أنت بالحياة تشوفها بتكون حاملة أبنة وزنه 15 كيلو وحاملة غيراد السيبر ماركت وفيتها على البات وبتلبط الباب وبتفوت بس شيء طاع عنها دا حملها 5 كيلو بتقولك ما بتديسيز العضلات إنه جوزها وينه مش دائر باله على الأمر خلص أنا مختلف مع جاريمي أنا بقول إنه مش إنه بالضرورة تكون هي تتمرن أكتر من الرجل لا هيدي بالعكس هيدي بتفيد أنا برأيه الرجل والوظائف والذكورية بتفيده أكتر لأنه بتعطيه نوع من ثقة ليعمل الأشياء اللي هو لازم يعملها أكيد بتعطي ثقة للمرأة لتعمل يلي بده تعمله وأنا بشجع كل مرأة تتمرن ولكل نواحي حياتها أنا مغزي إنه إجباري تتمرأة بس أنا عم قوله الفوائد أو الفوائد اللي بياخدها الذكور هلأ أنا بحيتي ما كنت مرأة لأعرف المرأة بس إنه أكيد يعني بأكيد إنه بتعطي ثقة لما كان ولا الصغير ولا الكبير صح بس للرجل كمان يعني إلا إلا علاقة بشخصيته بالكسرف كونفيدنس شخصيته مع التمرين طيب الأمراض اللي بتضرب في سن متأخرة مثلا مثلا واحد عنده كوليسترول عنده سكر عنده ضغط عنده خشونة بالمفاصل عنده إيش بيسموه غضروف هلالي رباط صليبي كتف متحرك مليون ألف تسمية فيه هل هدول الناس كلهم عندهم القدرة على التمرين ولا خلص إصاباتهم بتحدد من قدرتهم على التمرين لأ أنت هي الفكرة الفكرة أنا حاستسلم ولا أنا حاستحدي يعني أنا المفروض علي التحدي حاستسلم ولا حاستحدي لحاطيك ياها من الأخر أنا كان عندي خيارين يقعد بالبيت حشت معي ما بدي ما فيه اتمرن خلوا هني خلي العالم يخدموني راحت إجري كيسر ضهري بس آآ آآ رجله هاي بس يعني هاي أول إصابة فيه إصابات ثانية آآ عنده سبع براغب ضهري آآ الرياضة يعني هي اللي بتخليك تطلع من مؤذك أو من حفرة أنت فيها من ورا الإصابة يعني أنا تعرضت لإصابة بإجري ما بس إجري اليمين بعضها لابدي أخسر هالإجري كانت مصابة صح؟ هي كانت مصابة بس إصابتها أخاف من هيدا فقدر مرنها ورجعت طبيعية؟ أكتر من طبيعية والله ما هي طبيعية لا والله والله العظيم بعمل فيها الرجلة يثن اي فكل إنسان لازم يتمرن لو شو ما كانت إصاباته بجاب تشيل برجل واحدة؟ لكبراس لكبراس 275 أنا وصلتهم أو ليسا؟ أنت قطعتني بالإجرتين عم تسألوا له بالإجرتين بالإجرتين قطعتني فإجباري لو شو ما كانت إصابتك تتمرن بس بدك تعرف كيف عم تتمرن لأنه فيه تمارين ممكن يزيدوا لك إصابتك إذا ما بتعرف كيف تتمرن وفيه تمارين لحيخلوك يعني رح تساعدك بالاستشفاء طبع الإصابة روعة من ناحية الصحة النفسية هل الرياضة أثر على الصحة النفسية أو لا؟ أنت عم تحط على حالك ضغط ضغط كبير كل يوم؟ أكيد أنت دايماً بحياتك في ضغط بس هيدا عم تخلصك يعني عم تخليك تتخلص من ضغوطات الحياة حيجيك ضغط أكبر إذا فكر هذه ضغط وتتفش خلق أك بالنادي حيجيك كل إنسان بيعرفه وعمل يعني صار معه فيه بمراحل بحياته نتعرض لضغوط ونرجع للموضوع الوقاية أنه أنت ما تكبر للضغوط اللي حتجي صعوبك بالمستقبل حاولت حدة والدوبامين مان اللي بيجي بعد التمريد والدوبامين أقسم بالله يا جماعة مش طبيعي السعادة اللي بتيجي بعد التمريد في الإنسان تاني إن انت بتدخل عالجيم رايق طالع من الشغل من الدوام تعبان شوبان عرقان مشاكل قصص أنا بحكي عن نفسي أنا بطلع من النادي أقسم بالله إنسان آخر انت بمرحلة غير مرحلة الشخص اللي عم بيفكر بالنادي صحيح هل هاي مشكلة جدا والله اللي بيجي بيقول لك أنا بس بعمل ما في أعتبرها مشكلة بس في أعتبرها أنه عم بتسبب ضعف بتاني يعني جسمك بالنهاية كله لقلك مش بش جزءك العلوي مش بش جزءك الصفري يعني هو أحسن أنك تمرن كل عضلات جسمك لأنه بتقول أنه أنا إجرية مني بحجيرهم بس إذا بتشوف هلأ بهالعصر كل اللي عمرهم فوق الخمسين ستين سنة واللي ما كان عندهم خبرة أنه لازم يتمرنوا إجران كمان في كتير أشخاص بتشوفهم من فوق عضلات من تحت ما عندهم شي بيصير يعني يبين عندهم مشاكل بالإجران بالركب بالمفاصل بالحوض ما بيعودوا بيتحسنوا بالجسم ومن فوق ما هيك أنت عندك خمسين بالمئة من جسمك هو من تحت حوضك ونزول فهيضا نصف جسمك أنت لازم تمرنوا عندك من أكبر عضلات بجسمك أنه بعضلات إجراك قواترس أه؟ قواترس قواترس هو اللي كلهن عضلات كبيرة بيك مصر جلوتس ما أنهن صغار فهو ده لازم نظام كامر نظام كامر من الآخر لازم تتمرنوا غصب من عنكم لازم تتمرنوا جد طيب فيه اللي بيطلع بيقولك أنه أنا صح أنا وزني زايد هاي حكاية فعلا صح أنا وزني زايد بس أنا ما هتمرن أنا هعمل دايت هل الدايت بديل عن التمرين؟ تفضل هن آآ ملعبك الدايت هي أساسية مثله مثل التمرين دوبامين بالتمرين في دوبامين بالأكل الأكل كتير مهم وعلى الطريق المزبوط بلش الإنسان يفكر يحسن من نفسه هل هو بديل عن التمرين؟ هذا هو السؤال أنا لا هيدا آآ استيملنت يعني مكمل مكمل وهيداك وهيداك يلي آآ معالش استيملنت وهيداك معالش ما فيك ما فيك واحدة غير ما بدي حكيها بالانجليزي نحط إذا لم يحكيه لنا فهمني هل هو بديل عن التمرين؟ لا وما تعصب علي ما بديل بس مع بعض يعني وحدة غير عن التانية بتاخد وقت كتير إذا أنت بدك تشوف تغيير بدك تعمل الاثنين الثالثة اللي هي الكارديو هيدا اللي بدنا نطول بالنا يعني طولوا بالهم علينا اللي عم يعملوا هالقدة كارديو هالقدة عم ينصحوا فيها لا الخاصة هيدا الكارديو اللي هلا عم نشوفه إن أنت بتمشي على فترة 45 دقيقة نظام واحد هيدا ممكن تستعملوا لفترة بس هيدا لقدام هيدا ممنح لأدماغك كل ما تعمل مايز أكتر وبعدين العمر بيفرق والجيناتيكس بيفرق أنا ما بقول لك هيك كل الناس هيصير معهم في ناس بحياتة ما هيصير معنا هيك في ناس الجيناتيكس طبع ولا غير بس انت عم بتزيد ريسك شرح لي معليش حدا فهم في مت انت عم بتزيد ريسك عحالك ريسك إيش ريسك براين دامج لما تعمل كارديو لوقت كتير طويل سبيد سابتة لو عالية لو عم نقول في جهد مش عم نقول إنه حتى لو حدا بيكزير فالهيت ككارديو هو اللي منيح للصحة وللعقل مش بس للصحة فنحنا بدنا نفكر بالآخر عن الاثنين هذا الهيت صح اللي هو فوق تحت فوق صح كل طلعة نزلة راوند واحدة اه أنا بدي أخس رحت عملة دايت خسيت نزلت عشرين كيلو بس شو مهايدة هي هون انت شو خسرت وزن وزن شو انت عم تخسر عضلاتك يعني عم تخسر مي عم تخسر عضلاتك عم تخسر دهون بس انت لازم تحافز عضلاتك وأول ما تبلش تنزل انت هتنزل مي وحتنزل عضل يعني ليش هكسر عضل ما هكسر دهن كمان أكيد هتخسر عضلاتك هتخسر عضل لانه عضلك هو مثل سيفينجز طبعك يعني انت ما فيك تدق بالسيفينجز طبعك انت لازم تضلك تصمد لتقدر ترجع تصمد لتضلك وافع اجريك لازم تضلك تصمد بهالعضل لتقدر تخسر بس القصص المنك بحاجة لقلة بس اذا صار شكلي او يعني سواء ذكر او انثى صار بقولك شكلي حلو خلص مش حيثيه شكلك حلو لانه العضل هو كل شيء انا فيه ناس بيقولولي شكل مثلا هيدا الشخص حلو او المرأة هيدا شكله حلو بس انا كوني مدرب ومرن وفهم بالجسم و بالاناتومية يمكن على التياب بس بلا التياب هيدا كتير كبير هيدا كتير عوية يعني انا ما بيهمني الشخص اذا عاد تياب طالع مرتب ومن بنيا فيه دفوفي يعني هو مش هيبين الغلط بس بلا تياب هوني السؤال السؤال هو كيف جسمه بلا تياب طيب في عندك البديل مثلا للنادي الرياضي عندك مثلا الابر هاي تعطي التنحيف هاي ممتازة واثار هاي حبيبات قلبنا جماعة انا مستحيل ااخد هيك اشياء انا بس ايش انا خايف وانا بقول هاي تنين كتير عضلنجية يعني بيأذو ده تعرف انا بس بظهر وجهة النظر التانية في عندك مثلا منجارو عندك اوزامبك اوزامبك عندك شو كمان هولي هني اللي اجوا بعد رتب برو هاي المتفورم الغلوكوفاج هاي دوية هولي اللي اجوا من بعضهم هاي ده الطب الجديد اللي عم بجيبهن هاي تنحيف بس هو لشو هذا الدواء قبل ما يصير معك سكري هاي ده بتاخده حتى ما يصير معك سكري تفاديا تفاديا وقاية اذا انت حيصير معك سكري باي لحظة اصار يعني صرت بهالمرحلة يعني صرت على الرينج اللي انت اذا ما بتهتم بصحتك حيصير معك سكري وبتشجعك انت لتعمل دايت ولا تعمل تمرين وهذا يعني ممكن مايكرو دوسنج بهك حالات ماش غلط بس هلا بيزا عم بيحضره لبطولة عم ياخده منجاره اي بس مش يعني لبطولة واحد مفروض يعمل دايت غيه وخلص ما يفكر انه بشي تاني عم بياخد منجاره لحتى يضعف لحتى يطلع على بطولة اي يعني ما يفكروا واتلي ياخدوا هيك قصص انه حلوا قصة حياتهم برضو مش بديل يعني منه بديل ليش بس توقف شو هتعمل بس خلص انت المنجاره او الوزنبيك او اللي هو وظلتك قادر تحافظ على هيدا الكمية اللي انت كدعم تاكلها لشهرين بعدين اقول له لا ترجع اقول له شو هيصير اقول له شو هيصير ولا بلاش طيب اللي هيصير هو الاتي هرجع ادخن مرة ثانية ارجع اجحش من اول مليوم المية اكتر ليش طول الشتاء وقبل الصيف بشوي برجع باخد منجاره مرة ثانية بس في خبرك شغلي هيك بس من الاخر كيفني معي لا خبرك شغلي من الاخر انه انت حتعرض اعضائك الداخلية لكانسر وامراض وخصوصي بالغدة ما هي هيدولي ثايرويد هيدولي هورمونس سامع وفيها شغلي انت بس تخسر لا ما نقول نحنا الشخص اللي كان ناصح بس يضعف هو معرض لا يرجع ينصح اكتر من قبل ليش لانه انت عندك شو بيسموا بالعرب خلايا الدهنية الخلايا الدهنية طبعك وللتضعف ما بيخطفوه بيصغروا حجما ضغروا حجما ضعفت بس وقت ترجع تاكل هاو دي هيكبره هيزيد معه الخلايا تانيين الحل عندي لايبوساكشن شاف الدهون ها حبيبي كل الحلول موجودة هون عندك مدرسة سحتر بس لو قدمك هانا بس شو سحتر شايفك بطلعنا ها اضرب اعطيها اعطيها لا لا انا بدي جرمي اللي بقى هو اللي عم بجاوب لايبوساكشن هذا بيقول لي بتصغر بنشيلها ياريت بتنشيل بقى هيك لايبوساكشن خلص بس انو ياريت هيك هالقد سهل القصة طب شو بيصير لو شلتها ايه اوكي كل طلعون ونرجع شلون كل سهلون خليك بالعملية لا برو ما انت لما تشيلها انت مش عارش شو بيصير بيصير شغلة قلعن انت بدك على صعيد الجسم ولا على صعيد العقل صعيد الجسم برو اول اوكي على صعيد الجسم ممكن اقولهم شغلة على الصحة يعني هاي شغلة انا بعرفها يا جماعة لازم اقولكم اياها تعرف اذا بتروح بتشيل الخلايا الدهنية لتحت الجلد في خلايا دهنية ثانية موجودة باماكن ثانية لما بيرجع الدهن بدو يرجع مرة ثانية بروح بدور وين بدو يروح وين بدو يروح بروح للخلايا الدهنية اللي بعرفها اللي منطقة الكرش والورك والافخاد بلاقيهاش لانه حضرتك شلتها وكبتها في زبالك بطلت موجودة بروح بدور على اماكن ثانية بتكوّم فيها بالقضاء وين بروح وين بروح بطلع لك اول شيء دهوني باماكن غريبة عجيبة عمرك ما كنت تعرفها بكتافك مثلا اه تحت طباطك بمنطقة الصدر من فوق حاولين اكتافك على رأبتك وبعدين الاسهل والاخطر هو اللي جوه على الاعضاء حاولين الاعضاء يعني بتطلع على واحد كثير ضعيف شال خلايا الدهنية وكبها في زبالك وضعيف جسمه من برا ضعيف خلي روح يعمل تست شو بيسمو البي اماي تست بيعمل تست بيعمل تست بيقولون له معلم انت عندك 30 بالمية دهون وين هم؟ حاولين الكلة حاولين الكبد حاولين القلب حاولين الامعاء وعم بيعملوا حفلة يعني من جوه حفلة عم بيعمل حفلة ونيك نايت كلاب يا كبير جوه اضاءة مركبين هيك بعملوا هيك ولا غلط صحيح مية من ناحية نفسية من ناحية نفسية انت وصلت لهدف منذ ما تعمل جهد اذا بدك فهيدي لا تدوم ما فيك تواصل فيها تحافظ على جسمك بهذا المستوى لان انت ما غير شيء من نظام حياتك صاروا بيعملوا سيكس باك بالليزر ففي عندك الرجعة بيعملوا سيكس باك بالليزر لايبو تعرفوا؟ برسمولك اياهم بالدهون مش بالعضلات ما هيك عمينا بيضحكوا او عمين ما بعرف يلي عم يعملها شو فكرة معصب يلي عم يعملها شو عم بيفكر يعني عم بيلاقي حلول لعالم ليصرفوا مصرياتهم ما شو حلول على الفاضي يعني انت ما عم تضعف جسمك يعني انت ما عم تضعف يعني كدهن انت عم تضعف جيبتك لا وانت عم تضعف جسمك تضعفه وليس تضعفه يعني مش نحفه يعني انت عندك جهاز المناعة جهاز المناعة هيدا عم بتضعفه يعني انت التمرين بيأويلك الجهاز المناعي تبعك انت عم بتضعفه يعني عم تشتغل بعكسه وفيه شغلة برضو تاني ما توقع حدا حكاها لما بيقولك لما بتضعف وبتخسر عضل انت عارف وين الكارثة انه قدرة جسمك على الحرق تنزل لانه الكتلة العضلية قلت فقدرتك على حرق السعرات الحرارية قلت فالمرة الجاية اذا اكلت سندويشة نفس السندويشة اللي اكلتها قبل ما تضعف وتخسر عضلاتك هاي السندويشة مثلا 600 كالوري حتستخدمها 600 لما تخسر عضلك لو اكلت نفس السندويشة 600 كالوري حتستخدم 200 بس ليش لانه فيش عضلات تحرق اصلا وحيروه يتخزنوا بالدهون فحيرجعوا الدهون تزيد والعضلات تضلت لها وانت عادة تكهية زي طفل فالليك انت من قبل تقدر تحرقها لا ما عم تقدر تحرقها طيب اخر شيء في طلعت شغلات بديلة للجم بقولك في تمرين انت بتعود بتلزق لزقات على EMS training لزقات وبتضغط زر تعطيلك بالكهرباء فبصير جسمك يعمل هيك وانت قاعد لمدة عشرين دقيقة بقولك هاي تعادل تلات ساعات ونصف في الجم هذا هم اللي بقولوا مش انا تطلعش فيها هيك انا هنضل طول البودكاست خايفين هيك انا معك اه لا اوكي قل لي مين هني بس بدي قد احكي معهم بس اه خلص يا هيدول لك الشسارة من زمان وكانت بس وكان لك له دور له دور بعض عملية له دور بالاصابات بالاصابات بس لما رونالدا يعملها اه كدعاية ويقبض عليها ما بعرف قدياش بس نهدبها لنا شوي قبل ما نفكر فيها شوي قبل ما نعملها متل اللي عم يعزف وانت عم ترقص له طيب ما شو ما عزف لك ترقص له بس رقص على الشيء يلي في فعلا فايدة لك وعلى فكرة هو رونالدو لو استخدمها عشرين دقيقة هو تمرن ست ساعات هذاك اليوم صحيح هو ارادة تمرن خلص طويلة لا هو عساس ممنوع تتمرن يعني من بعض رونالدو قل له ممنوع تتمرن والسلام بيقوصه فالدور بس فيه فيه ترنس والعالم وفي شغلة ايه بدي زيد علي باليام اس بيقلك ايه انا رحت بس لقيت نتيجة انت تعرف ليه لقيت نتيجة لانه عطيناك دايت بالمقابل الف كالوري يلي هو ولد عمره خمسة ستسين هو عم بينما يعني بيكون عم بياكلهم هاو دي ارادة يعني حطيناك بعجز سعرات حرارية لو بلا هال ايام اس انت حتضعفهم هاو بيقلك ايه نحنا بنيعملك ايه ها ارادة مرتين اسبوعيا واتبع هادي كلشي كلشي بس ما تتمرن كلشي بس ما ترح تعمل بناسكس بالنادة كلشي بس ما ترح تعمل ضغط بالبات طيب كريمات ما كريمان تصبت هلأ حاضر مقاس يعني نحنا وصلين لمرحلة قد ما العالم صايرين ضعاف ذهنيا عم بيلاقوا عبديل يعني صايرين هن ضعف شخصي ضعف شخص هاي بنتعارض معها شوية يقول لك ليش والله العظيم بنتعارض معها شوية يقول لك ليش أنا وجهة نظري انه في عندك نوعين من التحفيز التحفيز الإيجابي والتحفيز السلبي يعني مثلا ممكن اقول لمختار عشان احفز مختار إيجابي انا اقول له مختار لو اتمرنت فوائد التمرين هي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة رح يصير شكلك جميل هو ما شاء الله جميل بس يعني بصير اجمل طيب ممكن عضلاتك تكبر تحس بسعادة اكبر تحصل اشياء ايجابية اكبر قدرتك على العمل والانتاج بتزيد وإلى اخري هذا هو التحفيز الايجابي بينما التحفيز السلبي بحفز عمران سلبيا بقول له يا زلم انت بدك تمرض عشان ما تمرض اوعى ترى بتمرض بيصير عندك سكر بيصير عندك كوليسترول بعيد الشر عنك بيصير عندك ترهل بالعضلات منظرك بيصير سيء هذا التحفيز السلبي المشكلة انه شوف الناس للامانة بنمر بظروف استثنائية كعالم التطور اللي صار معنا استثنائي صح سرعة التطور مرعبة يعني زمان وإحنا صغار كان فيه دراج اليوم ما فيه دراج صح اليوم ما فيه دراج انت بتشتريفيل لهون في دبي دورين في هاصل صح ولا لا صح فالفكرة انه قاعدين بنسهل الامور المول المطار صار فيه دراج كهرباء وصار فيه ما مشى كهرباء عشان ما تمشي اصلا فانت بتمشي بتوقفوا والارض اللي بتمشيك فاحنا قاعدين بنسهل الامور عن وجهة نظري هذا الشيء خلق مشاكل المشاكل بقولك التحفيز الايجابي اللي طبعا مختار اللي هو حتصير احسن اقوى من التحفيز السلبي احنا كيف قاعدين اغلب الناس كيف بيحافظوا بالسلبي يا جماعة التحفيز السلبي اقسم بالله ما بيجيب مفعول صح كم واحد بتقول له بطل سجار حتموت يا منيل شو بعمل برجع بيدخن فالفكرة وين انه التحفيز السلبي غير فعال ولكن الناس كلها عندها حلم انها بدها توصل ل المكان الصح باقصر طريق بدي يكون الذكي الفتحي اللي لقط المكينة اللي بحطها طلت ساعة وبعد شهر صار عنده سيكس باك وعضلات وبيركد لا يعملها وبيركد لا يعملها وبيركد لا يعملها اول ما تنسل ها هي المشكلة انه طب ما انت وين وين عقلك وين مخك وين تفكيرك انت بالموضوع وين تحليلك وين بحثك بيقولك انه على قدمة تدخين سيئ ومعروف انه سيئ اه وما في ما في نقاش بالموضوع ما في واحد بيطلع بيقولك لا لا التدخين كويس مفيد اه على قد ما هو سيئ بيقولك اهمية الرياضة اكبر من ضرر التدخين يعني مدخن وغير مدخن هذا بيلعب رياضة المدخن واللي غير مدخن ما بيلعب رياضة وقاعد برطة بالبيت بعمل شي شي فرص هذا الانسان بالنجاة اكثر من فرص هذا الانسان صح هل قد مهمة الرياضة مش معنى ذلك انه نروح ادخنه ابدا ابدا هو ادخنه احسن بس كشخص اللي بدخن تمرن عمور رياضة بعدين العب رياضة العب رياضة وبعدين بطل ولواحدة هي اصلا هتخف اذا بتدخن علبة كاملة لح تصير تدخن نص والله منعرف اذا اخذ الكلام صحيح ولا لا بس يعني ان شاء الله لازم نحط على امل ان شاء الله طير والله اعلم والله اعلم احنا احنا وصلنا وصلنا لآخر الحلقة وحاولنا بقدر الامكان انه احنا نلامس كل الاسئلة اللي ممكن تخطر على بال حد اكيد في اسئلة ما جبناها فبدنا اياكم اتركوا لنا اذا عندكم اسئلة عندكم اشياء لا تتفقوا معها اشياء تتفقوا معها عادي ادخلوا اتسلصار عن اي موضوع بدنا الاسئلة يلي مش متفقين على اذا عندنا اتسلصار عن اي موضوع اللي علاقة بالرياضة وحتى بالحلقات القادمة احنا هناخد من التعليقات اللي بتطلع ونعمل مواضيع بتهمكم انتو بالنهاية هلأ عادي عصبوا سبوا بهدي اللي اختلفوا معنا معي انا ما عندكم مشكلة بس والله يعني مصيب عضلانجي ماء عضلانجي مرخص مؤذي مسالم سالم عطي طالك ابن عمو هاي وراك لا لا انت مشوه لي صورتي بشو انت لابس اخضر زيه فبعتولنا اسئلة اولونا شو رايكم ما في ما في جد هدف من التجمع هذا سوى انه احنا نجاوب بقدر الامكان على اي اسئلة بتهمكم وان شاء الله باذن الله يكون هذا البرنامج محفز لكثير من الناس انهم يروحوا وفعلا يتمرن لانه والله الاثار الايجابية على كل شيء في حياتك كل شيء عملك رح يتعسن علاقاتك بمن حولك رح تتحسن مليون بالمية علاقتك مع نفسك رح تتحسن حتى اذا بدنا نحكي علاقتك مع ربك رح تتأثر ايجابيا لانه المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف بكل اوجه القوة وكل اوجه الضعف بكل المواقف بكل المواقف مية بالمية اخر نقطة بيقول انه واحنا صغر اهلنا داروا بالهم علينا علمونا كيف نمشي الدور على الشباب اليوم انه لو اهلك كبار في السن ايامهم يمكن ما كان في هذا الوعي الموجود اليوم عن الرياضة واهمية الرياضة طيب ولكن الوقت ما فات زي ما الكباتر قالولنا الوقت ما فات اي عمر انت فيه باي حالة صحية انت فيها في تمرين ملائمة لك بغض النظر بغض النظر فدور الشباب اليوم دير بالك على اهلك الكبار وعيهم بعت لهم الحلقة خليهم يحضروها روح يمشي معهم اتمرن معهم تمرين خفيفة في البيت بحيث انه تساعدهم على انهم يرفعوا جودة الحياة ويعيشوا احسن صح ويساعدهم حضا مختص ويساعدهم حضا مختص ويعني اذا انت مش مختار حاولت مختار مش مختص ما بيعمل تمرين الحلقة جاية لازم نحكي عن اهمية المدرب الرياضة مع الشخص بي بدي فايت عن ناديتيت او بديت مرأة في قصص في قصص كثيرة بعدين انتوا قلونا عن ايش نحكي كمان المهم بالاخر اخر الحلقة عضلانجي مرخص عضلانجي مرخص اكيد مرخص بس مش مثل عضلانجي مش عضلانجي ومش مرخص بنقول لكم اتمرنوا خلوا دايما فيه تمارين رياضية لانها شيء جدا جميل والله العظيم من محبة بقولكم واصباحوا على خير او صباح الخير او مساء الفل بون مي بون مي ايها